والامتنان ده هو التطبيق العملي لقولي ولا تنسوا الفضل بينكم هو الامتنان يا جماعة وعشان كده لازم نداوم على الامتنان رقم تس رقم تمانية ان انا لازم ازور الاحترام قصاد الناس بعض الازواج عندهم قافة كده فيه حاجة في دماغهم انا معرفش جابوها منين ان انت كل ما تقلل من شريكة حياتك كل ما تقلل من مراتك قدام الناس كل ما يظهر ان انت راجل عندك قدرة وسيطرة ليه لان انت ما بيهمكش منها اه بس انت بتم ازيها والازواج دوت بيحسسها بالمهانة وتحس ان الناس على كرامتها فلا ده حرام لكن العكس مهم جدا جدا عندنا مثلا لطيف بحب انا اقوله في الجزء ده اللي يقول ان مراته يا هانم يقفوا لها السلالم واللي يقول لمراته يا عورة يلعبوا بيها الكورة هذه الامثلة لما كانت مغروسة في حياتنا الناس كان عندهم فانت لازم تظهر الاحترام امام الناس رقم تسعة استخدم صيغة الطلب لما تيجي ومش صيغة الامر ده يا سلام بقى لما تقول لها وتقول لها باسمها دلع وتطلب منها مثلا الحاجة او تطلب منك الحاجة انه نستخدم الطلب مش الامر لو سمحت ممكن تجيبيه لي كوبات شاي ولما تجيب يا سلام بقى لما تجيب لك كوبات شاي تسلم ايدك كمان ولا مثلا لما هي تطلب منك حاجة تجيبها حاجة انت وراجع تقول لك ايه بعد اذنك ممكن تجيب لنا كذا 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 يا تعبت نفسك ربنا يخليك لينا وربنا يبارك لينا فيك احنا من غيرك ولا حاجة وانا قصنا كم مليون حاجة كل الكلام ده مهم رقم عشرة وده اللي احنا هنختم به لعنى مهارة مهارة زي ما يقولوا كده هندي ميت مهارة كده مصنوعة بهناية لاني انا عايز اقول لكم حاجة اول حاجة بتتكسر ما بين الزوجين الاحترام واول حاجة لازم تتبني ما بين الزوجين الاحترام ده شيء مهم جد الاحترام ما يودينا على الامانة يودينا على حاجة كتير عايز حاجة لازم الشكر بعد كل خدمة تشكر من غير ما يطلب منك لازم تشكر وخلي الشكر يدوت تحت بند ايه من لم يشكر الناس لم يشكر الله يعني زوجتك كنباية شاي جزاك الله خيرا تسلم ايديك يا ربنا يبارك فيك يا ربنا يحفظك لازم تشكر كل ما تعمل الكلام ده كل ما القلب يرق ايه الخلاصة ان بعد ما قلنا كل الكلام ده عن مسألة مهارة الايه مهارة الاحترام الزواجي انا عايز اقول لكم كلمتين مهمين جدا عن مهارة الاحترام الزواجي مهارة الاحترام الزواجي مهارة اساسية مش اساسية بس بمعنى ان احنا لو تركناها ممكن نتدايق لا اساسية بمعنى ممكن جواز كله يتهد عارفين المية اللي ممكن تنشع في علاقة هي عدم الاحترام وعارفين العمود اللي يسند علاقة هو الاحترام وعشان كده الاحترام الزواجي مهارة لاستدامة العلاقة لان هي بتساعد على تعزيز التواصل والثقة من بين الشركين وتحسس كل واحد ان علاقته جيدة يقدر يستمر فيها النهاردة احنا اتكلمنا عن المهارة دي والمهارة دي من اهم المهارات اللي عايز يسعد ويتهنى ويكون فيه احسن ما يكون لابد ان هو يكون بيمارس مهارة الاحترام الزواجي عارفين الاحترام الزواجي بيعمل ايه بيخلينا نحس ان احنا مش بس احسننا الاختيار لكن كمان احسننا العيشة مش مهم بس ان انت تحسن الاختيار لكن مهم ان انت كمان تحسن العيشة مش هتقدر تحس بان انت احسنت العيشة وان انت في عيشة كلها نعمة وكلها بركة وكلها فضل الا اذا سنت علاقتك بالاحترام الزواجي